بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى الزكي الزاكي الطاهر المطهر الشريف المشرف الصفي المصفى النور الأنور السعيد المسعد النقي الأنقى التقي الأتقى نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد مشاهدي الكرام ما أجمل اللقاء أن يكون مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث الآن عن الإنسان الكامل في ذكره ومولده تعرف من هو؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حقا الإنسان الكامل اكتملت فيه كل معاني الإنسانية واكتملت فيه جوانب العظمة لذلك رأيناه صلى الله عليه وسلم مثالا وقدوة وأسوة كما قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فنبينا صلى الله عليه وسلم مثال في الصدق صادق في نياته صادق في أقواله في أعماله في فعاله صادق في تقريراته صلى الله عليه وسلم صادق في كل شأن من شؤون حياته ما كذب صلى الله عليه وسلم يوما قط وما خادع نفسه يوما قط وما نفق أحدا يوما قط فهو الإنسان الكامل في ذكره ومولده عليه الصلاة والسلام مثال للأمانة انظروا إلى تلكم الأمانات التي قامت كريش باعتمان النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقام صلى الله عليه وسلم بردها إليهم خير رد وخير قيام انظروا إلى معاني الوفاء في زمن عز فيه الوفاء حينما نقضت كريش كل العهود وكل المواثيق رأيناه صلى الله عليه وسلم لا زال معهم بالوفاء وفيا لله ولدين الله ولمن عامله تأمل معي نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال الرقة القلبية وما أجمل هذه الرقة التي تجسدت في قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم عامل الناس معاملة كريمة كان هينا لينا سحلا الفا مألوفا فالمؤمن الف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف مدى صلى الله عليه وسلم يده بالعطاء إلى كل الناس إلى الفقراء إلى المساكين إلى أهل العوز عمل أهل الصفة معاملة إنسانية راقية كان صلى الله عليه وسلم يأكل معهم من نفس طعامهم مشاركهم مشاركة وجدانية مشاركة شعورية أدبه الله سبحانه وتعالى بما أدبه به واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهها فامتثل رسولنا صلى الله عليه وسلم لأمر الله ولمراد الله رأيناه وهو يتعامل مع كل الناس بالبشاشة وهو القائل تبسمك في وجه أخيك صدقا رأيناه صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع الناس بلين الجانب وخفض الجناح حتى مع من آذوه حتى مع من وقعوا في عرضه الشريف رأيناه صلى الله عليه وسلم يتعامل حتى مع من خالفه في العقيدة تعامل معهم بمعاني الإنسانية الراقية فرأيناه عليه الصلاة والسلام يقوم لجنازة يهودي وهو يقول قوله الشريف أليست نفسا إنه يحترم الآخر ويتعامل مع الآخر يسالم من سالم ولا يعتدي على أحد أبدا حينما ننظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يحيى حياة عنوانها الزهد والكفاف هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول والله ما شبع محمد ولا آل محمد من خبز شعير حتى مات رسول الله وهي تقول أيضا عاش رسول الله ومات وما أكل في حياته خبزا منخولا قط وتقول أيضا رضي الله عنها كنا ننتظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة ولم يوقد في بيت من بيوت رسول الله نارا إنه الزهد إنه التقشف إنه الكفاف الذي عاشه النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه لو دعا ربه كما قال لعائشة رضي الله عنها لو شئتي لأجر الله معي جبال الذهب والفضة لكنه صلى الله عليه وسلم ما أرادها هذا هو الفروق عمر يقول والله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يظل يلتوي اليوم كله ولم يجد من الضقل ما يشبع به بطنه الضقل معنى الحشف البالي أو رديء التمر لم يجده صلى الله عليه وسلم لكي يشبع به بطنه ورغم ذلك كان حامدا شاكرا وهو القائل كنت أجوع يوما فأشكر وأجزع يوما فأصبر تلكم هي المعاني الراقية التي ينبغي أن نسعى إليها جميعا ينبغي للمسلم أن يكون عفا اللسان طاهر القلب وأن يكون قانعا حامدا ذكارا لله شكارا لأنعمه سبحانه وتعالى وأن يكون موصولا مع الله لأنه من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك بحق حبنا لك وبحق حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحسن لقاءنا بسيدنا رسول الله عند حوضه المورود يوم القيامة واسكنا يا ربنا من يديه الشريفتين الكريمتين شربة هنيئة مريئة لن نظمأ بعدها أبدا اللهم آمين آمين وصلوات الله وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أقول قولي هذا والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته